السلام عليكم من القضايا الخطيرة التي أثارها الرئيس الأمريكي بوشي الإبن ضد الرئيس العراقي صدام حسين هي علاقته بإسامة بن لادن زعيم القاعدة وقد أكد هذا الأمر مساعدون الرئيس الأمريكي في تصريحاتهم ومؤتمراتهم الصحفية فقد أصر الرئيس بوشي الإبن في خطاب حالة الاتحاد وخطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 أن هناك علاقة بين صدام حسين والقاعدة وبقي نائبه ديكتشيني يكرر هذه القصة وكذلك وزير خارجيتي كولم باول في كلمته المشهورة أمام مجلس الأمن يوم 5 شباط 2003 حين أكد وجود علاقة بين بغداد والقاعدة بالرغم من عدم قناعة المخابرات الأمريكية CIA بوجود علاقة بين صدام حسين وباللادن لقد كانت جميع ومنذ يوم 11 أيلول سبتمبر يريدون إلصاق هذه التهمة بالرئيس العراقي صدام حسين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة